مرحبا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الأخباري والبداية من القيروان ذا سفرانهير جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان عن ثلاث وفيات وثلاثة جرحى أصيبوا بكسور وهم من العمل الذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم السور حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحب القيروان معمر الحاجي وشهد مكان الحدث حضورا مكثفا للوحدة الأمنية وتولت وحدات الحماية المدنية إجلاء المواطنين والبحث عن مصابين تحت الأنقاذ ويشار إلى أن السور يشهد منذ فترة عمليات صيانة وترميم مثل تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية والمجلة التجارية محاور لقاء رئيس الجمهورية قيز سعيد أمس بقصر قرتاج برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلة جفال ووزيرة المالية سيهم بغدير نمصية معطاية أوفا في تقرير ليلة الجوادي خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية أوضح رئيس الجمهورية قيز سعيد أنه بالإضافة إلى تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي سيتم التداول في تنقيح الفصل السادس والتسعين من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها أو الإذرار بالإدارة إضافة إلى تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم الانتهاء منه وسيتم عرضه على مجلس وزراء في قادم الأيام وفي هذا السياق جدد رئيس الجمهورية التأكيد أنه يخوذ حربا ضد المفسدين كل يوم تصيرني عشرات الملفات المتعلقة بالفساد كل يوم شكاوة وعرائض في مجال الأدوية في مجال النقل لكن دولة أتحمل المسؤولية وأنظر في هذه الملفات ولكن ما كان لأن تصل إلى رئيس الجمهورية لو تحمل المسؤولون في المستوى المركزي وفي المستوى الجاوي وفي المستوى المحلي المسؤولية كما جدد رئيس الجمهورية انتقاداته لطول مرحلة السماعات التي تصل إلى أربعة عشر شهرا في بعض القضايا المنشورة رغم وجود أدلة وبراهين تثبت الجريمة تفهم وثاق لا تحتاج إلى سماعات وأدلة وبراهين تثبت الجريمة وبخصوص السلح الجزائي قال رئيس الجمهورية أن الأشخاص المشمولين بهذا المرسوم عليهم إعادة أموال الشعب ليخرجوا من السجن هذا القانون الذي سننظر فيه المتعلقة بالسلح الجزائي يدفع أموال الشعب وتعاد إلى الشعب وليخرج من السجن وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال لقاء سابق مع وزيرة العدل أنه سيتم عرض مشروع قانون لتنقح المرسوم الذي أحدث لجنة السلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب تحتضن مدينة سوسا على مدى ثلاثة أيام المؤتمر الرابع والخمسين للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية بمشاركة أكثر من ثمانمائة عنصر من مختلف ولاية الجمهورية من سوسا مريم بن عبد الرحمن وروبروتا جتلي احتضنت مدينة سوسا المؤتمر الرابع والخمسين للغرفة الفتية الاقتصادية بحضور ثمانمائة مشارك من مختلف ولاية الجمهورية ممثلين عن الغرف الفاتية الاقتصادية الجهوية والمحلية اليوم نحن نحتفل بالفعاليات المؤتمر الوطني الغرف الفاتية الاقتصادية التونسية هو آخر مؤتمر في سنة 2023 هنا المؤتمر الوطني احتفالنا نحن كغرفويين على الخدمة متاعنا متاع عام كامل مبارح نرجع معنا بجلسات الشتاء الأقليم وكانوا محاضرين كل رؤساء الأقليم وتمتد فعالية هذا المؤتمر الوطني على مدى ثلاثة أيام سيتم خلالها تنصيب الرئيس الجديد لسنة القادمة والمصدقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي وتكريم الغرف المحلية التي تميز بطيلة هذا العام رئيس غرفة قفصة عام 2023 وعام 2024 نائب رئيس وطني مكرم بالتكوين نحن في قانوننا في الجنشامبر أن البوست التي تشدها عندك الحق تشدها عام كهو فبالتالي نظمه التداول ونظمه التغير فكل عام فيما إيكيبة جديدة قاعدة تخدم بالطبيعة بشكل فما مفس جديد وحاجة جديدة والسنة على الشكسبسيونال خطرة هي معتها تقابل تتويج تونس بشرف تنظيم المؤتمر العالمي لسنة 2025 يعني اللي نشوفوا فيها على مستوى وطني نضربوه توا فواديس ولفوا ميل في جربة أول حاجة نحاول نقوم بتقطير الشباب اللي ما بين 18 و40 سنة دونك احنا نحاول ندخلوهم للغرفة الفاتية الاقتصادية بش نقوم بتقديم دروس تكوينية تحضرهم للحياة العملية والحياة الدراسية مهمة الغرفة تحضير قياديين للغد بش يدخلوا المعترك الحياة يلقوا روحهم حاضرين نفس نية العشية ان شاء الله بفهمة الباساسيون متاع الـ 2023 و2022 وفهمة زادة المانفستيون متاع الـ التقديم الجوائز اللي هي تمثل كما قلوحنا ثمرت والنجاح متاع خدمة متاع عام كامل للغرف المحليات أليشين الناسيونال ونفرحوا الناس كل كام بعضنا وغدو ان شاء الله بفهمة الجلسة اللي بش يترأسها رئيس 2024 نتمنيروا كل توفيق بيحاول الله بش يقدم البرو متاعه بش يقدم البرامج متاعه والمخططات متاعه لـ 2024 وللإشارة فأن تونس فازت بتنظيم المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الاقتصادية العالمية لسنة 2025 ليمثل فرصة للترويج لصورة بلادنا ثقافيا واقتصاديا والسياحيا على الصعيد الدولي وفي دار الصناعة التقليدية بالدندان انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض التحف والهدايا بمشاركة نحو 60 حرافيا وحرافية من ولاية تونس الكبرى وبنزرت واسد بوزيد وأجندوبا ومدنين وتضمن المعرض أجنحة متنوعة شملت اختصاصات حرافية مختلفة تفاصيل عن المعرض في روبرتاج من أعداد لبن العبيدي أجنحة متنوعة شملت اختصاصات حرافية متعددة على غرار اللباس التقليدي والتطريز والطلاو والتزويق على جميع المحامل والتحويل لفواضل المواد الأولية من القماشي والخشب والبلور إلى منتوج صديقة للبيئة هي أبرز خصوصيات معرض التحف والهدايا بدار صناعات التقليدية بالدندان الناس يحبون ماذا بهم شوية نباتات في الدار فأبني حاجة مزيانة إنسان يصبح حالها كما نقولوا على وردة وأحنا في الاختصاص هدايا الحمد لله تواعنا مديدة به المادة اللي هي أحنا نقوله جيرسي أو الغبرة متعرخام اللي احنا خلينا نقوله نساهمه ولو جزئيا فأبني نساهمه ولو جزئيا في الرسكلة فأبني خطر الغبرة متعرخام نعود الرسكلوها أحنا فأبني ونخلقوا منها حاجة مزيانة فأبني فأنا برشة ديزاين معنى ناخذوهم من الصناعات التقليدية متاعنا كما تلقبين بسيدي بوسعيد والقفاص سيدي بوسعيد وفأما حاجة أخرين نخدموهم معنى للكدويت الفنداني مثل معنى كيبا هابي نيويير ولا بوناني وكل حاجة تذوكم فأنت سي نجم يحط على البروم ولا في دار ونجم يزين ولا حتى الاصغيرات في بيت نومهم وكل حاجة معنىها مبتكرة وممطنة تقليدية أنا نعمل الليباس اليومي حبيت نوظف الطريزة في الليباس اليومي في الفوتا والبلوزة في السبات في العبيات في توسكية شنوه نلبسوه قاعدة نوظف الطريزة باش الموروث مطيعنا ما يموتش باش نقعدوا محافظين على عدس والكونتي اللي هي بصراحة حاجة مزيانة برشا وماذا بينا ما تموتش تقد حتى لو لا دولتنا يلبسوها وتنظم هذه الدورة وفق المندوبية الجهوية لصناعات التقليدية بمنوبة في إطار مشروع التعاون الدولي بين الديوان الوطني لصناعات التقليدية وغرفة الحرف بفرانكفورت بألمانيا خلال الدورة هذه كثفنا الأنشطة خلال أيام المعرض إلى جانب فضاء العرض اللي يضم ما يقارب 60 حرفي وحرفية منهم 30 حرفي من ولاية منوبة والباقي من مختلف ولايات الجمهورية هناك جلازيات طبية وعطرية فايدة للتجميل للأمراض هي من زعتر كليل رحان الهوية هذه أرثت على أمي وماتي أمي تعمل كروشي وماتي تعمل المرقوم واللبسة التقليدية نتاعنا تشبثت بهكي شفتم هما هيك هما الذين شجعون يعطوني الهام أني يبشأنا نختم حاجتك فكي وقد تضمن برنامج هذا المعرض تنظيم دورة تكوينية بيومين في تقنيات التواصل لفائدة 40 حرفية وحرفية من المشاركين في هذه الدورة أغلبهم من الباعثين الشبان ومن خريجي المعاهد العليا ومراكز التكوين بما يمكنهم من دعم مهاراتهم وتطوير أسليب التواصل والتسويق وفتح أفاق لمنتوجات الحرفية لمزيد الترويج والإجعاء الوطني والدولي إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تواصل المقاومة استبسالها في الدفاع عن أرضها وفي مقاومة العدو بخوض معارك ذارية واشتباكات عنيفة دمرت من خلالها العديد من الدبابات وأسقطت المزيد من القتلى في صفوف أفراد الجيش وحتى الضباط صهينة في وقت تتواصل فيه المجازر في حق المدنيين العزل حيث قصف المحتل أهدافا في أنحاء قطاع غزة اليوم مما في ذلك مبنى جمعية الشبان المسيحية الذي يأوي المئات من النازحين وأفاد التقارير بسقوط العشرات من الشهداء والمصابين أهل فلسطينيين تفاصيل الوضع في القطاع في الورقة التالية لحبيب العبيد في وقت تستمر فيه الدعوات الدولية والأممية والتي لم تنجح في رد الاحتلال السهيوني عن مواصلة ارتكاب المجازر في قطاع غزة تواصل آلة الحرب السهيونية استهدافها للمدنيين ضمن حربها الهاماجية والمدمر على قطاع غزة بعد أن جددت قوات المحتل السهيوني صباح اليوم قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع وأفادت في هذا الخصوص مصادر طبية فلسطينية باستشادي 14 شخصا في قصف استهدف منازل عدة ببلدة جباليا شمال القطاع وفي حي شجعية شرق مدينة غزة دمرت طائرات الحربية للمحتل الغاسب سوقا شعبية وعددا من المنازل المأهولة بالسكان ما أدى إلى استشادي وإصابة العشرات من الفلسطينيين على سعيد متصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية نجيش المحتل دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان في بيت لهي شمال القطاع وأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحضينات في المستشفى دون ماء ولا غذاء ويأتي ذلك فيما تدور اشتباكات عنفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات المحتل الصهيوني في منطقة تلزاتر بمخيم جباليا الذي شهدها خلال الأيام الماضية اشتباكات مماثلة أدت لسقوط عدد كبير من القتل في صفوف المحتل الصهيوني وفي ردها على هذه المجازر أعلنت المقاومة الفلسطينية استهدفت أكثر من مئة آلية عسكرية للمحتلة في محاور القتال في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الأخيرة ويساعد جيش المحتلة الصهيونية استهدفه جميع مستشفيات القطاع تزامنا مع حرب مدمرة على غزة خلفت وفق آخر الأحصائيات نحو 19 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصابة معظمهم أطفال ونساء بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة على السعيد السياسي يتواصل الحراك الأمريكي في المنطقة وتفيدها التقارير الوريدة من هناك بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد أنه من غير المنطقي أن يعيد المحتل الصهيوني احتلال غزة على المدى الطويل مشاددا على ذرورة وقف إطلاق النار ختم هذا الموعد الأخبري ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة